الآن دعوة رئيس جمعاتي تكنولوجيا المعلومات والانتصالات الأستاذ الدكتور عباس محسن البكري إلى منصة الاحتفال لإلقاء كلمته بهذه المناسبة بسم الله الرحمن الرحيم السيد ممثل معاني وزير التعليم العالي والبحث العلمي السادة الدكتور فؤاد قاسم محمد وكيل الوزارة لشؤون البحث العلمي المحترم السادة رؤساء الجامعات المحترمون السادة المدراء العامون السادة التدريسيون أبناء الطلبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته تحتفل جامعتنا جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات الاتصالات هذا اليوم بتخريج الدورة الأولى دورة النصر والتنمية وبهذه المناسبة العزيزة أتقدم بالتهنئة والتبركات لجميع المساهمين في إعداد هذه الكوادر من أساتذة وكوادر ساندة كما وأتقدم بالتهنئة لجميع أبناءنا الطلبة وعوائلهم الكريمة متمنيا للجميع التوفيق والنجاح أن الهدف الرئيسي الذي سعت إليه هذه الجامعة أيها الأخوة هو أن يكون نتاجها العلمي منطلبة خريجين وبحث علمي ملبيا لحاجة المجتمع ووضع رؤية مستقبلية لمواكبة المتغيرات التي تحصل على الوظائف المطلوبة والتي تلبي الحاجات المستقبلية حيث أن العالم أيها السادة يتجه مطلع العوام القادمة إلى إلغاء عدد كبير من الوظائف وفي المقابل إطلاق عدد أكبر من وظائف أخرى ومع هذه المتغيرات لذا نرى أن الجامعات معنية بأن تكون لديها برامج تتناغم مع هذه المتغيرات وفي جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات تم تشكيل لجنة معنية بالاستحداثات ومراجعة المناهج تُعنى بمتابعة المتغيرات لتلبية حاجة المجتمع في القطاعات المختلفة بمساندة مع شعبة التوظيف والتأهيل وهنا أود أن أبارك لأبناء الطلبة الذين حصلوا على وظائف من شركات القطاع الحاص والحكومي ومثال ذلك شركة أسوال البرامجيات شركة إيرثنيك اتصالات شركة إراقنا الاتصالات المتنقلة شركة بوابة القمر التقنيات للأنظمة وأيضا الذين تعينوا على ملاكة جامعة أو بصيغة عقد على كلية معلوماتية العمال كما أود أن أتقدم الشكر والتقدير إلى الشركات المذكورة آنفا للتعاون مع الجامعة في الإعلان عن المهارات المنطوبة في الخريج وإبرام اتفاقيات مع الجامعة في مجال التعاون العلمي إن جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات معنية أيضا بإسناد مشاريع الدولة والوزارة في منهاج التحول نحو الحكومة الإلكترونية حيث تحتضن الجامعة اليوم فريق السياسات العامة والإطار القانوني للمشروع الوطني وكذلك إسناد فريق الخدمات الإلكترونية بكادر متخصص من مبرمجين ومحليل أنظمة وفي الختام أتمنى للجميع الحضور الكريم الموفقية والرقي خدمة لبلدنا العزيز ومن الله التوفيق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا لرئيس جامعة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على كلمته هذه